بالتأكيد قرار كان يجب اتخاذه ومنذ فترة أنا سأتحدث إليكم كراجل عادي وراجل متابع وراجل سياسي وراجل إعلامي كان يجب لو إحنا فعلا بنتحدث عن هيكلة الاقتصاد المصري وإن إحنا ننطلق بالاقتصاد المصري وإن إحنا نحاول يعني يكون هناك استقرار لجذب الاستثمارات كان يجب اتخاذ هذا القرار وهو أنت بتعاوم الجنيه وبدأت تنزل بالبنوك وتسيبه لأليات السوق القرار اللي تم اتخاذه النهاردة ليس القرار الوحيد على فكرة في عدة قرارات أخرى أرجوكم لازم نقف قدامها ليه؟ لأن الغرب منها ضبط الأسواق والحد من التضخم القضية لم تعد بالنسبة له أو بالنسبة للبنك المركزي أو بالنسبة للاقتصاديين المتخصصين في الاقتصاد هي الدولار ولكن هناك أيضا قضية أخرى اسمها التضخم التضخم يؤثر جدا على الاقتصاد وبالتالي هو بيحاول يعمل إيه لما قرر كمان إلى جانب هذا أنه هو يرفع الفائدة وتوصل النهاردة أنت بتتكلم على شهادات بـ 30% وحاجات بـ 27 ونص رفع 6 نقاط مرة واحدة ودي عمرها ما حصلت قبل كده ليه؟ لأنه يحاول السيطرة على التضخم في نفس توقيت ضخ الدولار وفتح الآليات بتاعتنا فتح وبدأت الناس تشعر بالانعكاس طبعا حضراتكم كلكم عرفتوا أن البنك المركزي بالأمس أعلن أن الاحثيات النقضي الأجنبي موجود في البنك المركزي عدى الـ 35 مليار دولار ودي يعني رقم وده أو ده رقم الحمد لله أن احنا وصلنا له ولكن أيضا هتكتشفوا أن في نفس هذا التوقيت وبسبب الإعلان وأنا عايز أقول لكم انظروا إلى كم التعليقات من المؤسسات المالية الدولية النهاردة عن مصر مش هقول لك أنا أنا ممكن بكرة أبدأ أجبها لكم وحاستعرضها مع حضراتكم إنما بصوا لكم التعليقات والتقارير الإيجابية اللي حصلت بسبب قرار مصر في كل المؤسسات الدولية العالمية هل سنتأثر؟ بالتأكيد سنتأثر بس أنا عايز أقول لحضراتكم مش أنا اللي هحكم على ده نهاردة في الحلقة هنتكلم على كل هذا التأثر وأيضا الإيجابيات لأن احنا لازم نشوف قدي إيه أنت كنت محتاج يتخذ هذا القرار وقدي إيه هذا القرار حينعكس على جذب استثمارات أجنبية قوية لأنه هو خلاص ضمن أنه عنده آلية وعنده سوق وعنده تحرك في هذا السوق اتفرجوا على البورصة وأسعار البورصة عملت إيه؟ اتفرجوا على عودة قدرتك أن أنت النهاردة تقدر بيه البطاقات الاعتمام بتاعتك تتحرك بالعملة الأجنبية أنت خلاص أطلقت هذا السعر طبعا في ناس كتير قوي واسبكم يعني أنا آسف طبعا للناس اللي خارجة بقى على الفيسبوك وتعليقات السوشال ميديا ولحقونا ولي 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 لم يعد ممكنا لأي اقتصاد في العالم أن يظل مغلقا ما ينفعش أنتهينا من ده ما عادش ينفع أنت محتاج تصدر والقرارات اللي أنت عملتها حتسمح بالتصدير وبالتالي العملة الصابح تدخل عندك وما عادش حد حيقدر أنه هو يقول لو الله أنا حخبيها بره أو غيره خلاص ما فيه آلية آلية يعني إيه؟ يعني أنت حتجيب الدولار بنفس السعر بتاعه اللي موجود وكل حاجة وهتختفي السوق السوداء طب خد التانية بقى المصريين اللي في الخارج اللي انخفضت نسبة الدخل بتاعهم أو التحويلات بتاعتهم إلى البنك المركزي أو البنوك المصرية هو النهاردة ما عادش محتاج أن يلجأ إلى لا تحايل ولا إلى سوق سوداء على الإطلاق لأن السعر هيكون واحد والدولار متوفر ومش بس الدولار متوفر هو أيضا الدولار لما هيحوله هيكون أفضله فبالتالي هيخش على النظام الأساسي اللي معمول به وحيبدأ أنه هو يعيد ضخ أمواله عبر القنوات الرسمية والحكومية طيب هابدأ أن أنا أخش لكم في المنطقة التانية صندوق النقد النهاردة تم الاتفاق وانتهى الاتفاق عايزكم تقفوا لأنه في كلام كتير قوي في ناس بتتساءل هو أنت طالما عندك استثمارات وعندك كذا وعندك كذا أنت ليه بتلجأ إلى صندوق النقد عايز أقول لكم أن صندوق النقد في تصريحات النهاردة بعد الإمضة بتاعتهم قالوا إيه قالك أن احنا كنا نتحدث مع مصر عن حزمة بتلاتة مليار دولار ولكن بعد رصدنا لأحداث غزة ومدى تأثر الاقتصاد المصري بسبب الأحداث في غزة قررنا أن نرفع التلاتة مليار دول لتمانية مليار ده الصندوق اللي بيقول عشان لما كنا بنطلع نقول أن الأحداث في المنطقة تؤثر عليك وتؤثر سلبا على الاقتصاد المصري كان فيه ناس بتطلع تقول ده كلام غير صحيح